عندنا المادة 398 من قانون العقوبات تقول تنزل العقوبة عن المتهم أو عن الجاني تتنزل في حالة زواجها من ضحيتها المختصب إذا يتزوج ضحيتها وطبعاً نحطي لك شو جلوة أنه لازم يتوافق على مختصبها بالأول يعني لازم يتوافق يلا يتم الزواج وخليناك أيضاً شرط بعدين وراها إنه إذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب تتعلق بخطأ الزوج أو سوء تصرفه نحن نحطي عن مختصب نحن نحطي عن مختصب وسنحطي بطريقة حلوة ناعمة ناطيف الرحيسي التصرف وذلك قبل إنقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوة يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الإدعاء العام يعني إحنا عدنا المختصب يختصبها إذا واصل عمره 15 سنة يقدر أبوها الوالد جبري يزوجها بالمحكمة المحكمة تقول 15 سنة بوجود الأب تتزواج لبنية فيقدر المختصب يختصب ببنية أكثر من 15 سنة نزوج الهياء ونسقط عنا التهم وننطي هدية بنية وطبعا المشكلة هو أنه المجتمع يقول هذا زين هيت شي لأنه المختصبة لا يتزوجها بعد فمن الأفضل أنه مختصبها يتزوجها نحن ننطي المختصب ببنية يختصبها يومية وبعد ثلاث سنوات يقدر يطلقها ويشمرها بالشارع هي واحتمال وياها بعد أكون أطفال ثنين لأنه خلال ثلاث سنوات ممكن يصرع لها ثنين أطفال تنشمر بالشارع هي وأطفالها وتسقط التهم عن المختصب يعني أرد أسألك هسا هذا القانون في حال أنه بعد كم سنة يجي ناس أو محامي ترافع عن اللي اختصب الطفلة قبل يومين يروح للقضاء يجيب موافقة أنه يتزوجها الطفلة ما يقدر يتزوجها طفلة ما يقدر يتزوجها لأنه عمرها سبع سنوات لا لا في حال أنه مر عليها أربع سنوات خمسة صارت وصاروا على قولتهم عبرة التسع سنوات عبرة العشر سنوات يقدرون يتزوجوها بلو 15 بس ما أعرف إذا وراء عدة سنوات يقدروني يطبقون نفس القانون 398 ما أعرف الشان هنا إحنا عدنا تعرف ضعف بالقوانين هذا القانون سنة 69 69 إحنا دا نمشي بقوانين عمرها أكثر من 50 سنة دا نمشي إحنا بقوانين عشائرية هي عشائرية يعني إحنا إذا نجي على الشريعة اللي ذبحوا أهلنا بيها بالشريعة اللي هما يحكم بها المختصب يعدن المختصب يعدن زين بس إحنا وين هنا نقل لا إحنا ندخلناها عشائر زوجوا الضحية مالتب ويطلع براء هاي طبعا إذا كانت أكبر من 15 سنة يقدرون يزوجوها إذا أكبر من 15 سنة القاضي يزوجها إذا 15 سنة وطبعا يحطي لك شرط أنه هي لازم موافقة هي خطيئة موافقة يعني لازم توافقوا بعدين يزوجوها يعني والله العظيمة أنا ما أعرف شنو أقول بس اللي أقوله شي واحد الله يعيننا الله يعيننا على ما بتلاني من حكام الله يساعد النساء اللي بالعراق والبنات والأطفال الأطفال